اشتركوا في القناة تصوري يقول الكلام وتتحقق المفروض هو نبي والنبي يقول كلمة لا ينطق عن الوحي لا ينطق عن الهوى انه وحي نيوح ده يعني ما يقولش كلام ويطلع في شنك يعني طيب في حديث بيقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبدالوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن إيه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي يوم أحد هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب جي له بقى جبريل يوم أحد انه واخد الفرس بتاعه جبريل جيه فرسه وعليه عدة الحرب جيه بقى داخل اللي حيحارب حيطرب الدنيا على دماغهم كلهم على دماغ الكفار طبعا في يوم أحد وبعدين يا مارينا نبص على يوم أحده قدامي كل حاجة قدامي الحديث فيه صحيح مسلم مش هجيب حاجة من عني ومين اللي رواه أنس ابن مالك وصحيح الحديث صحيح وعنحط الكلام ده كله على الشاشة يقول لك إن رسول الله أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ده يوم أحد اللي قال فيه جبريل أخذ برأس فرسه من الأنصار ورجلين من قريش قال من يردهم عنه وله الجنة أو هو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم راقوا أيضا فقال من يردهم عنه وله الجنة يعني وحدة أتل أو هو رفيق في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة سبعة فقال رسول الله لصاحبي ما أنصفنا أصحابنا الراوي أنس ابن مالك المحدث مسلم صحيح ده يتحطي أرفه طيب دلوقتي اللي الرسول كان يعني فيه ربنا أنت رسول كلم ربنا حينقزك ليه عايز سبعة يموت ومكانك ملعون من اتكل على الزراعة بشر وعايز سبعة يموت ومكانك سبعة وماتوا السبعة آه ماتوا ماتوا فين جبريل بقى أين جبريل اللي أنت كنت بتقول عليه أنه هو عليه أداة الحرب وكده آه ونازل ده في العهد الأديم يا مارينا في سفر القضاء اختاروا فيه ملك واحد موت مش عارفة 180 ألف أو حاجة كده ملك واحد مش جبريل بقى وليبس عدة وكبريل يلبس عدة الحرب ليه صحيح خوزة هو يعني بيعمل شو يعني الجيش ده أنا شايف جبريل هو ونازل وكده أشجعهم طيب بس هو كلامه طلع آه وأنت كرسول بدل ما تكلم الناس كلم هات جبريل هات الله ادعي ادعي ربنا صح والاتكال على الرب خيره من الاتكال على البشر ويفرد مات مش هو برضو ليه الجنة لو مات مش الرسول كان خايف ليه صحيح خايف يموت ليه خايف آه هو على فكرة كان بيخاف من الموت أكيد هو وكل المسلمين بيخاف من الموت بالزبط كده تفضل يا ماري برضو في النفس غزوة أحد يقول لنا كده الراوي أنس بن مالك والمصدر صحيح مسلم وطبعا تحصيح على الشاشة بيقول أن رسول الله كسرت ربعيته يوم أحد وشجع في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا ربعيته هو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء العمران 128 يبقى برضو نفس الكلام هو يقول ده جبريل معنا يموت ومكانه سبعة وتكسر ربعيته يعني أنا دلوقتي عندي برضو سؤالة فرحة مهمة لما كسرت ربعيته ربعية اللي هي السنين اللي قدام أربع سنين اللي قدام بنيين دول هيقول كرآن إزاي يعني هيقولها إزاي ولا حرف يطلعها مظبوط مش هيعرف يتكائب مش هيقولك الكلام مظبوط صح يعني أنت ده حاجة يتأخذ عليك أنت رسول الله يعني مفروض والمفروض الله نفسه يصلح له يعمل له طقم شجت رأسه وكسرت ربعيته وأنا مش بعترض يا فرحة أني ممكن نبي يصاب أو نبي يقتر أنا مش بعترض في كده ما فيش مشكلة بس أنت ما تنخعش وتقول لي يا ست جبريل معنا هلوك اللي متنخع عادي ما تنخعش وتقول لي جبريل معي وأنا شايفه وانت قاعد تضرب وتكسر ربعيتك وعادي عي وخايف وين يدفعهم عني ما تندي جبريل اللي انت شايفه بالضبط وكيف يفلح إزاي شجوا نبيهم شجوا كسروا عوروا وكسر ربعيته وهو يدعوهم إلى الله طب الله عمل إيه رد عليه وقال له إيه قال له ليس من الأمر لك من الأمر بعد الإيه بعد ما تعمل فيه كده قال له خلاص احنا نعمل إيه لا باليد حيلة وعايز يقول لا باليد حيلة على فكرة الآية دي ليس لك من الأمر شيء يعني ليس لا باليد حيلة صح أو لا نشوف يعني التفسير نروح نشوف يشوفوا التفسير هما ليس لك من الأمر شيء ممكن ما لكش دعوة بالضبط باللي بيحصل بالضبط كده عنا المتحكم يعني بس نشوف التفسير يعني ما نفتش من عندنا بالضبط إن النبي صلى الله مرة بقوم يلقحون حتى الاقتصاد أي كلام يعني فمرة بيهم مرة تانية فقال ما لنخلكم إيه أخبار النخل إيه بقى طبعا الصدم هنا قالوا قلت كده وكده قلت لنا نصحتنا بكده قال أنتم أعلم بأمر دنياكم طبعا انت بتتكلم ليه من الأول بوز لهم الاقتصاد بتاعهم عشان داخل يفتي بأي كلام وحصل العكس يعني بس هقولك حاجة أنا كان رسول من عند الله أو النبي وقلت لهم بلاش تعملوا كده والنخل بتاعكم هيجيب بلاش وكل حاجة المفروض كلمتي ما ترجعش بالزبط إيه على طول الله يساعدوا النخل يطلع بدل النخلية مئة ألف مليون مثلا يعني يعني مش العكس آه مش يقول لهم بعد ما ينصحهم ويقول لهم يروح يقول لهم طب إيه الأخبار يقول لهم ما نفهتش ما ما أنتو أدرب طب انت اللي دخلك من الأول ليه بتتكلم كده من الأول بيحب يفتي عشان صدق نفسه النبي بجد وهما صدقوا انهم نبي دنهم سمعون ما طولوا عمرهم بيقبروا النخل وبيلقحوا النخل وبيطلع عادي لما يقول لهم لأ ما تعملهوش المفروض ما سمعوش كلامه بس هو استعباد ليه فرحة انت يعني لكي قصة مع خالق مع العسل برضه هو قال العسل الشفاء لكل دا للناس للناس يعني لكل دا تقريبا فانت لكي قصة كده يعني مش 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 وقتها يعني بس هل فعلا مثلا واحد عنده سكر ممكن ياخد عسل كتير خدوا سكر وماتوا يعني العسل نفسه العسل لا بيض وعندهم سكر وماتوا ولما الناس برضه تشرب بول البعير مثلا الدبان يا مارينة هو مش هو اللي قال الدبان لو حططيه في الكوباية لو سقطه في الكوباية في احدى جناحية دا بيجب امراض الكلام كل اللي هو بيقوله دا يعني مين يشرب بول البول دا في شفاء أصلا دا بول إبل سموم البول دا في بولينة والسموم وأكتر بول رهيب صعب لأنه بتخزز نمية وكذا فحتى الحاجات اللي هو بيقولها الزباب إذا وقع الزباب في نقف اللي يغمزه فإنه في احدى جناحيه دا والآخر دا ما فيش حد قال الكلام دا أصلا يعني كلنا بندرس ان الدبان دا مصدر ينقل الأمراض صح صح خلينا هو دايما يقول الحاجة وتحصل العكس خالص يعني ما فيش حاجة عملها قالت مظبوطة يعني مثلا لما قال إيه إن نحن نزلنا الزكر وإن الكتاب دا هو تبقى كده اتحرف من أوله الأخر صح صح اتحرف من أوله الأخر وطبعا مسلمين بقولكم اتحرف بجد اتحرف من أوله الأخر من أول بسم الله الرحمن الرحيم لأخر صورة في القرآن وآيات كتير بتدل على كده يعني هم من جوة تفسير بتاعتهم بتاعترف ده القرآن محرف وكمان قرآن المغرب قرآن المغرب هو بروية ورش قراءة ورش غير قراءة حفص اللي في مصر صح عندها كلمات زيدة ونقصة وهنا فيه كلمات زيدة ونقصة وفيه كلمات متغيرة فمش قرآن واحد زي ما هم فاكرين في كل العالم وفيه أحاديث قالها أصدق قرآن قالها فعملوها أحاديث وهكذا وهكذا حاجات كتير بس يعني احنا بنتكلم على أن كل ما يقول حاجة بتحصل بالعكس بالزبط كده في حديث تاني بيقول خيركم قرني ثم اللذين يالونهم ثم اللذين يالونهم قال عمران لا أدري ذكر ثانية يعني مرتين أو ثلاثة بعض القرن يعني احنا مش عارفين بعض القرن مرتين أو تلاثة ثم يجيء قوم ينظرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويسهر فيهم السمنة وده في البخاري والحديث هيكون تصحيحه على الشاشة هل خير قرن محمد هو خير القرون في إيه الأمارة أعزين الأمارة والذين يليه أعزين برضو الأمارة بالعكس يعني بالعكس كلهم حربوا بعض كلهم قتلوا بعض كلهم حصلت فيهم حروب صح ولا كان خير قرن القرن بتاعه اللي هو أول من السنة دي ولا الذي يليه ولا الذي يليه كل حروب في بعض وكلهم قتلوا في بعض كلهم حربوا بعض ومسلمين في بعض بالزبط من أول ما مات صح والسبو والقرن الأولاني أنا عايز أقولك أنه هو تعرض هو بذات نفسه تعرض للأكل للإختيال من الصحابة من الصحابة صح خليجي العقبة بالعكس حصل بالعكس صح صح ما كانش قمات مسموم زي ما إحنا شفنا ومات مسموم وتصحر في قرنه هو برضو ولا خير القرن ولا أي حاجة وكل الصحابة قتلوا بعضهم آه كلهم من أولهم وهو نايم في الميت يعني قاعد يقتلوا في بعضهم وبعدين هو لما بيقول هذا جبريل وجاي بالفرس وعامل مش عارف إيه وقاعد يقول إيه بادي يردوهم عننا طب في حكاية كده المسلمين دايما بيقولوها إنه لما نايم علي مكانه راح خرج قل وراح حط الله حط سدا ومن خلفه سدا ومشافهوش وبتاع طب ما عملتش كده ليه في غزة أحد مثلا ما خلهوش كده ليه برضو محدش يشوفه بالضبط بالضبط فكرتيني بحاجة يا مارينا هقولها كمسيحية يعني المسيح حتى لما جيه يموت على الصليب وهو نازل مع التلاميذ قال لهم إنه حيقتل وحيحصل وحيحصل فيه وفي اليوم التالت أقوم وقالها كذا مرة صح وتمت بالحرف هيجلدوه وحيصلبوه وحيستهزأو بيه وحيموت وفي اليوم التالت يقوم حصل أو ما حصل حصل طبعا بالحرف الواحد حتى إنه بطرس واعترض وقال له حشا لك يا رب قال له لا أنت بتقولي أنا جاي أنا جاي عشان كده دي كلام قاله المسيح المسيح قال كلام على المسيحيين قال لهم قال لهم حيحصل فيكم وفيكم وفيكم وبالظبط بالحرف وبيحصل غير دلوقت وقال لما فعلوا كده بالعود الرطب اللي قال المسيح فمن بالها يعمل فيكم انتم إيه سيتردونكم وتكونوا يعني بما معناه مقرهين من الجميع من أجل اسم متحدين من الجميع من أجل اسمي من أجل اسمي عشان إحنا بس اسمنا مسيحيين مش عشان إنتوا عملتوا حاجة لا عشان اسم المسيح دعية علينا فيكون متهدين من أجل اسمه وده بالحقيقة والحق المسيحيين متهدين من أجل اسم المسيح أنا بشكرك جدا يا مارينا ومنشكركم أعزائي المشاهدين ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر